أربعة أشهر مرت ولجنة التعديلات الدستورية لم تقدم أي مقترح للبرلمان الذي منحها هذه المدة كحد أقصى للمجيء بشيء جديد يفترض أن يصب في تغيير بعض الشكليات الإدارية السياسية مصادر عراقية مطلعة ذكرت أن لجنة الدستور وقفت عند بعض النقاط الرئيسة مثل نوع نظام الحكم وإمكانية تحويله من برلماني إلى رئاسي وكذلك المادة السادسة وسبعون من الدستور المتعلقة بالكتلة البرلمانية الكبرى التي من حقها ترشيح رئيس الوزراء الهدف من الحديث عن تعديل الدستور ليس إلا محاولة فاشلة لاحتواء الغضب الشعبي وخداع المتظاهرين حيث أن أعضاء لجنة الدستور لا يجرؤون على تغيير بعض الفقرات التي تصب بالدرجة الأولى لصالح الكتل السياسية التي وضعتها يتساءل متابع للشأن إذا كانت اللجنة لا تجرؤ على تعديل هذه الفقرات فكيف يمكن تمريرها في البرلمان في حال أقرتها اللجنة على سبيل الافتراض خبراء قانونيون يرون أن العلة ليست في نوعية الحكم برلمانيا كان أم رئاسيا وإنما المعضلة الحقيقية تكمن في من يدير الدولة وجهازها المشغل والفكر الذي بني عليه هذا النظام آخر تعديل حقيقي للدستور كان عام 2006 عندما كرس نظام المحاصصة وعمقه وجعل إزالته تستوجب تفكيك الأجهزة الحكومية وإعادة بنائها من جديد بأدوات جديدة وأسلوب حضاري وبدافع وطني الشيطان لا يكمن في تفاصيل الدستور فحسب بل في عنوينه ومن شارك في كتابته شكرا للمشاهدة